احنا اولا سعيدين جدا ان حضرتك وصلت يوم السبطة عم بتكون موجود معانا لحتى تحكي لنا عن هذه الرحلة المختلفة والمميزة والتي دائما تحمل في طياتها رسائل خفية وجميلة لكل الرحلين اللي بقوموا في هذه المسافات الكبيرة هذه الرحلة كانت بعنوان من ارض التاريخ الى اعلى جيولوجيا وكانت ترمز لحضارتنا الطاعنة في القدم من القدم ومن اخفض بقاع العالم البحر الميت للوصول للقمة قلينا نتحدث عن بداية قرارك بخوض هذه الرحلة احنا عنا في الاردن في كثير مسارات وينما تحطي اسبعك في الخارطة في موجود عنا مسار حبينا نغير شوي زي كل سنة انه في عنا رحلة وبالذات بعد ما فتحت الدنيا بعد جائحة الكورونا قررنا انه نرجع على جبال الهملايا بعد ما انجزنا المسار الاول انبورنا قررنا السنة هاي نطلع على مسار منسلو مسار منسلو طوله 172 كيلو متر وهو مسار دائلي حول الجبل بحتاج لتدريب بحتاج لإعداد بحتاج لملابس معينة فقدنا نطلعنا من عمان يوم 12 الشهر ورجعنا زي ما اتفضلتي يوم السبت تحت شعار من اخفض بقاع العالم الى اعالي الجيولوجيا اللي هي قمام الهملايا وطبعا البحر الميت هو شعارنا ما بقل اهمية عن هذا المكان في هذه الرحلة اخذنا فيها عدد من الشعارات انا لبستهم على طبعتهم على ثيابي كانوا تصاميم لفنانين وقرافيك من الناس اللي معروفين وفنانين في الاردن على سبيل مثال تصميم دولمينز كان للفنان دعاء فرواتي كان تصميم الشعار الرسمي للاستاذ نسيم يورفاس التصميم الثالث تبع نداء الجبل للمصمم عمر عوكل وكان فيك تصميم لفنان عمرو امين من مصر بيحكي عن القمة عن وصول الرجل والمرأة لهذا المكان والتكاتب في بابينهم لانجاز المسير وتحقيق الهدف نعم يعني جميل جدا والعديد من الرسائل زي ما قلنا الجميلة اللي عم نوصلها للعالم اذا اذا نحكي اليوم التدريب اللي قمت فيه انا بعرف عشان تغيير الجو العالي وصلته لتقريبا درجة الحرارة كانت عشرين تحت السفر فهذا كله بيحتاج للاياقة كبيرة لتدريب عالي لتدريب ليس فقط على التسلق ولا على تحمل هذه الدرجات الحرارة ولكن ايضا على طبيعة الحياة هناك المختلفة جميلا حدثنا عن هذه التحديات والتدريب نعم هذا الشيء بحاجة إلى التدريب وإعداد بالدرجة الأولى إعداد نفسي أنه انت راح تعيش في ظروف معيشية ومناخية كليا مختلفة عن الأردن هذا انت بتقدر تعالجه عن طريق انك تشوف في اليوتيوب وتسمع للناس وشو حكوا عن الرحلة سابقا وعن تجاربهم أما من حيث الإعداد الجسدي ابتدأ التدريب تقريبا من قبل أربع خمس شهور بحيث انه كنا كل شهر نمشي تقريبا ميتين كيلو متر بالإضافة للمسار اللي بنقوم فيه بشكل رسمي كل يوم جمعة كنا نأخذ الجبال بالذات الجبال اللي ابتدأ من البحر الميت الجبال فيها صعود حاد بفارق ارتفاع عالي جدا بمسافة بسيطة يعني كنا نقطع تقريبا ألف متر في مسافلة ما بتزيد عن عشرة كيلو متر وهذا التدريب ساعدنا أنه نقدر أنه نمشي يوميا معدل أول أربع أيام بالمسار طبعا منسلوه تقريبا 21 كيلو متر بعدين صرنا نمشي 18 كيلو متر بعدين أقل حسب درجة الصعوبة بالإضافة إلى رفع اللياقة كنا اشتغلنا على رفع المناعة تبعتنا كنا نأخذ فيتامين سي بشكل مستمر في آخر أسبوعين لحد ما بدأنا المسار نعم والبداية كيف كانت يعني إذا إحنا بدنا نحكي أول يوم وصلتوا التجهيزات اللي قمتوا فيها أكتر إشي استغربتوا حسيتوا أنه أنا محضر حالي بس مش محضر حالي لهذا الموضوع كي إيش كان؟ هي ممكن اللي شفع إلنا التجربة تبعت أنا بورنا أهو المسار بدأ وصلنا العاصمة كتمندو اشترينا احتياجاتنا من الأدوات اللي بنا إياها للهايكينغ مثل الداون جاكيت والسليبينغ باك لأنه هناك بنحتاج لأشي بقاوم لدرجات التجمد العالية بالإضافة إلى بوت فيه مسامير اللي حتى ما ينزلق الواحد في الجليد الثاني يوم أخذنا السيارة ومشينا تقريبا 18 ساعة بمسار أنه كانت السيارة العجل على حفة الوادي ولكن أنه هذول الناس محترفين وأدرى في شعابهم كأهل مكة وصلنا للبكان وبدأنا فيه لا أخفيك العائق الوحيد بالنسبة لي كان اللي هو انخفاض درجة الحرارة الهواء في الليل لأنه هذا كان يأثر على رئة الواحد هذا هو العائق الوحيد بالنسبة لي أما بقية الأمور الحمد لله كنا متجهزين إلها وبالذات فترة المسير في الجليد وفي الثلج وانخفاض درجة الحرارة كانت ملابسنا ومعداتنا وكان الفريق كله متكاتف ومتكامل وهذه مهمة جدا يعني روح الفريق تظهر في هذه الرحل وفي هذه التجارب صحيح والقيادة إلها أثر كمان كان قائدنا قائد محنك وعارف كل الاحتياجات كل يوم بيومه شو بنا نقطع شو بنا نعمل شو بنا نسوي شو بنا نلبس بحيث أنه كنا نغيرنا مثلا الجاكيتات ثلاث جاكيتات مع كل درجة حرارة جاكيت لحد درجة حرارة خمسة جاكيت من خمسة لعشرة وجاكيت الثالث من عشرة لسالب خمسة وعشرين بالإضافة إلى الأحذية الأحذية كل مرحلة كان فيها أحذية معينة فيه إيشي بدك لازم تلبسي ممكن يمشي فيه الحذاء الشبه العادي ولكن فيه منطقة بدك تكوني حطي الشوك على الحذاء تبعك أو فيه منطقة بدك يكون أنت يلابسي الحذاء الطويل نعم هل ستعاود وتكرر التجربة مرة جديدة؟ أكيد العالم ما تحطي إصبعك على الخرطة فيه أماكن كثيرة في الوقت الحالي أنا إن شاء الله بدي أستكمل التوثيق تبعي والزيارة تبعتي للمناطق الأثر النبطي نعم وإحنا والشقيق للمملكة العربية السعودية تاريخنا واحد وبلادنا واحدة بغض النظر عن هذا الخط الحدودي ولكن إذا كنتي على قمة أم الدامية ونظرتي إلى الجنوب أنت رح تشوفي استكمال وادي رم ومنطقة حسمة وطريق التجارة وأرض الأنباط ومن هون مره وجدادنا والحجيج فهذه كلها منطقة واحدة متكاملة حلول واحد أنه شاف اللي في بلده وأنه هلأ فيه مشاريع سياحية وفيه مسارات عم تفتح في المملكة العربية السعودية أنه نستكمل هذا الجزء اللي مره عليه أجدادنا بأقل من دقيقة أستاذ عبد الرحيم اليوم عندك خطط لمعرض لحتى تقوم بعرض كل هذه الصور اللي قمت فيها أو بأخذها خلال الرحلة وأيضا كتاب مستقبلي حدثنا سريعا هذه المشاريع بالنسبة للكتاب اللي رح يكون هو استكمال الكتاب الأول اللي أطلقته قبل شهر المسير والترحال في الأردن الكتاب الجاي رح يكون بيحكي عن الجبال في العالم ومن ضمنها جبال الهملايا والجبال الأردن وجبال عدة دول قمت بزيارتها أما بالنسبة للمعرض رح يكون هو معرض مقارنة وتشابه وتناظر ما بين ما هو موجود في الأردن وشبيهه في المناطق الأخرى عندنا أخفظ بقعة عندهم أعلى بقعة والثنتين في أعلى أهمية في العالم شكرا جزيلا لوجودك معنا وألف حمد الله على سلام كل الشكر إليك ستي الله يحليك أهلاً وسهلاً شكراً للمشاهدة